بيت به أطفال هو بيت لا يخلو من مشاجرات والشجار في ذاته ليس مدعاة للقلق بل هو إحدى الوسائل لإثبات الذات وهي من الصفات اللازمة لنجاح الإنسان في الحياة ومن الشجار بين الأبناء يتعلم الطفل أمورا مهمة منها اختبار قدرته على نيل حقوقه كيفية التعبير عن احتياجاته ورغباته القدرة على التفاوض وقبول مبدأ الربح والخسارة فضلا عن تعلمه أهمية الوصول إلى حلول وسطية مع الآخرين فلا يعد الشجار مشكلة إلا إذا خرج عن الحد المألوف أو تسبب في اختلاف سلوك الطفل عن سلوك ومشاعر من هم في سنه أو حد من كفاءته الدراسية ودوافع الشجار بين الأبناء متعددة منها الغيرة الأنانية التقليد حب التملك فرض السيطرة والشعور بالنقص وقد يكون الدافع مرضية باختلال في إفرازات الغدد أو أرق أو سوء تغذية ومن أهم ما يعين الوالدين على احتواء الشجار بين الأبناء شغل فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة فبقاؤهم دون ممارسة أي نشاط فكري أو يدوي يعطي لاختلاف وجهات النظر فرصة كبيرة للظهور دوام المراقبة فهي تسهل السيطرة على الشجار قبل أن تتسع دائرته عدم التدخل مباشرة لحسم الخلاف ومنح الأبناء فرصة لحل خلافاتهم بأنفسهم عدم للحياز إلى أحد الأشقاء وتجنب المقارنة أو المفاضلة بينهم إشباع حاجات الأبناء النفسية كالحاجة للحب والتقدير والثقة بالنفس والأمان مبدأ الثواب والعقاب ضرورة تربوية ولابد من استخدامها بحكمة وفي الوقت المناسب استغلال الشجار في تعليمهم بعض المبادئ والأساسيات المهمة في التعامل مع الطرف الآخر كالتسامح والمودة فإذا كان من حزم بين الأبناء فلابد أن يكون حزما مقرونا بالصفاء والتفاهم